في الأثناء ذكرت تقارير أعلامية عراقية أن قطبي التحالف البناء هادي العامري ونوري المالكي متمسكان بترشيح القيادي في حزب الدعوة محمد شيع السوداني لرئاسة الوزراء متجاهلين المطالب الشعبية في ضرورة أن يكون المرشح مستقلا خاصة وأن السوداني يعتبر رجل إيران في العراق ورفض تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم رفضا قاطعا ترشيح السوداني وطالب بشخصية وطنية مستقلة تحظى بقبول وارد الشعب بالدرجة الأولى ومن المرتقب أن يلتقي المالك الرئيس برهم صالح لتسليمه مرشح البناء محمد شيع السوداني